اشتركوا في القناة وتم الإعلان عن إصابة لاعب آخر من اللاعب المتخب الوطني الجزائري ألا وهو آدم والناس فتمنيتوا لهم بالشفاء العاجل هم وجميع اللاعبين وحتى الكوش جماد الماضي وجميع الأمة الإسلامية ونسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهيا بنا لندخل إلى صلب الموضوع أود أن أطرح عليكم سؤال عن رياض محرس رياض محرس أعتقد أن جميع الجزائريين ولست أعتقد بل متأكد أن جميع الجزائريين رغم عارفين الوضعية عن رياض محرس في نادي مانشستر سيتي فلا مزال لكي نعيد ونكرر ما الذي يعيشه رياض محرس في نادي مانشستر سيتي فأود أن أطرح عليكم سؤال هل أنت عزيز المشاهد مع فكرة بقاء رياض محرس في نادي مانشستر سيتي أم تريد خروجه يعني بدون أي تفكير لأن فلسفة بيبو كواردولا ثلاث سنوات طفح لكي نريد خروجه إلى نادي يقيم موهبة رياض محرس اللاعب المظلوم اللاعب الجناح الطائر الذي هو سجين في نادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيبو كواردولا والمعاملة التي يعاملها بها بيبو كواردولا لهذا اللاعب صراحة يعني لو كان هناك لعب آخر لطرق أبواب الرحيل مبكرة فطبعا أتمنى منكم الإجابة عن هذا السؤال هل أنت مع بقائه أم مع رحيله وإذا كانت إجابتك رحيل رياض محرس بدون تفكير فلدي خبر جميل جدا ومتأكد أنه سيعجبك مئة بالمئة أولا قبل أسابيع قليلة عديد من المواقع الإيطالية أكدت يعني أكدت وحسب عنوينها أن هناك صفقة تبادلية بين ديبالا وأيضا اللاعب الدولي الجزائري رياض محرس من نادي مانشستر سيتي فطبعا ديبالا هو محل بيع في هذا الفريق أيضا إدارة نادي الإيطالي جوفانتوس لا تريد تجديد عقده فممكن أنهم سيبيعوه أو سيعملوا صفقة تبادلية فلهذا زي مشاهدين ذلك الحين عندما انتشر ذلك الخبر لم يكن رسمي كانت هناك فقط أخبار متداولة أخبار لا نأخذها بمحمل الجد ولكن هزا مشاهدين حاليا وفي يومنا هذا كان هناك المدير السابق لنادي جوفانتوس الإيطالي قد صرح بتصريحات تؤكد اهتمام الكبير لنادي جوفانتوس الإيطالي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرس طبعا مصدر هذا الخبر هو لوتيانو موجي لوتيانو موجي هزا مشاهدين صرح قائلا هناك اهتمام من إدارة جوفانتوس لاستقدام رياض محرس وربما ستقوم السيدة العجوز أي نادي جوفانتوس بربط اتصالات جدية يعني زا مشاهدين ذلك الخبر ليس بخاطئ ولكن هناك اهتمام حقيقي من إدارة نادي جوفانتوس الإيطالي الحمد لله زا مشاهدين كما قلت لكم في العديد من الفيديوهات السابقة لو أن رياض محرس أعلن خروجه عن نادي مورشستر سيتي أو بتغيير الأجواء إلى أحد الأمدية الأخرى فستطهاطل عليه العروض ونادي مورشستر سيتي سيستقبل حوالي 5 إلى 6 عروض من أندية كبرى في الخمسة دوريات الكبرى ومن هذا المشاهدين هذا النادي وهو نادي جوفانتوس فأنتم قولوا في صدق تعليقات هل هذه وجهة جيدة لرياض محرس أم تفضلون بقاءه في نادي مورشستر سيتي وعندما أقول بقاء في نادي مورشستر سيتي يعني أن يرعب أساسي ليس بأمر موثوق وطبع نزا مشاهدين صرح قائلا محرس لاعب مهم ومهم جدا يعني ركز على هذا الكلام لاعب مهم ومهم جدا يعرفون قيمة رياض محرس فقط بيبو جواردولا الذي يعرف قيمة رياض محرس وطبعا يستنكر ذلك بينما صرح قائلا إنه يسجل ويتألق لكن المدرب يضعه في دقة الاحتيار صراحة نزا مشاهدين لكل عارب لأنه رياض محرس لاعب بهاري جناح طائر يقدم لك أقل مستويات ولكن بيبو جواردولا وفلسفته يعني تقيده المدربه يضغط عليه كثيرا فطبعا زي مشاهدين نادي جوفانتوس الإيطالي يريد تحرير هذا اللاعب من جحيم وأيضا سجن بيبو جواردولا لأنه رعارف قيمة هذا اللاعب ويريد أن يعني يحضره إلى نادي جوفانتوس وبطبيعة الحال إذا أحضره إلى جاري جوفانتوس رح يقدم لك أرقى المستويات وبطبيعة الحال رح يعطيه ضمانات كبيرة فزي مشاهدين هذا لا أقول لكم أن هناك عرض رسمي من إدارة جاري جوفانتوس إلى هذا اللاعب حاليا هناك اهدمام حتى موجو صرح أن هناك اهدمام فقط يعني مهتمين جدا بهذا اللاعب فانتمنوا أنه رح تتطور العلاقة ورح يعبعثوله يعني عرض رسمي من هذا الفريق بينما زي مشاهدين السؤال الثاني هل بيبو جواردولا يعني مع فكرة بقاء رياض محرز أم مع خروجها يعني عندما أطرحت السؤال زي مشاهدين رجل بيبو جواردولا يعني ماذا يفكر هل يفكر ببقاء رياض محرز أم بيعه فإن بيبو جواردولا يعني يحب فكرة بقاء رياض محرز في نادي موشيستر سيتي بيبو جواردولا من سابع المستحيلات أن يجد لاعب بمهارة رياض محرز يرضى الجلوس في كرسي البودلاء يعني من سابع المستحيلات وهذا التصريح وهذا التعبير اللي قلته حاليا نعزا مشاهدين قالها يعني بعض المحللين في الدور الإنجليزي الممتاز من المستحيل أن بيبو جواردولا يجد لاعب مثل رياض محرز في هذا التألق وبهذه المهارات يرضى أن يبقى في كرسي البودلاء وذلك حسب تصرفة بيبو جواردولا يعني لو كان كان لاعب آخر لطرق أبواب الرحيل مبكرة فبيبو جواردولا متأكد مئة بالمئة أنه يعني أحب فكرة بقاء رياض محرز في نادي موشيستر سيتي ويعني ممكن يضغط عليه بيبقى في نادي موشيستر سيتي إلى نقطة أخرى خاصة أن بيبو جواردولا عندما يحتاج رياض محرز في المهمات الصعبة رياض محرز يكون حاضر ويقدم لك مستويات وضمانات أكبر ولكن زي مشاهدين رغم أنه بيبو جواردولا يريد بقاء رياض محرز في نادي موشيستر سيتي ففي نفس الوقت يعني لو تشاهدون المباريات الماضية على سبيل المثال مباراة بيرلي بيبو جواردولا رياض محرز سجل له هاتريك ويعني ما كانش عنده حتى ردة فعج جميلة ما كانش عنده تصريح جميل لهذا اللاعب يعني لو كان تفننا بيبو جواردولا في المؤتمر الصحفي ببعض الكلمات أنه رياض محرز عادة من جديد رياض محرز يعني قدم لي مباراة كبيرة أن أفتخر بهذا اللاعب هذه الكلمات البسيطة يعني تحفز اللاعب أكثر فأكثر ويزيد يقدم لك أكثر يعني كلما تشيد باللاعب انتاعك رح يقدم لك ضمانات أكبر يعني فقط هذه كلمات تحفيزية ولكن بيبو جواردولا في تلك المباراة عزاه وشاهدين يعني مفرحش لم يتكن لديه أي فرحة لم تكن لديه أي ردة فعل جميلة ولكن في المباراة التي تليها أمام بورتو رياض محرز شفنا في كورسي البودرة هو ومعظم اللاعبين فزا مشاهدين في تلك اللقطة قابر ريال جيسوس سجل هدف بيبو جواردولا طار بالفرحة بينما عندما لم يحتسبوه بتقنية الفار فبيبو جواردولا غضب غضب شديد وفي نهاية المباراة عندما سألوه عن اللاعبين يعني طار فرحة في الفوضين يعني لماذا في الفوضين يعني تفرح به وتفرح بهدف جابريال جيسوس وبهاتريك رياض محرز يعني ما تكونش عندك ردة فعل جيدة يعني صراحة بيبو جواردولا يريد بقاء رياض محرز في نادي مونشستر سيتي لأنه كل ما يزلسه في كورسي البودرة يعني لن يتضايق وبالنسبة للناعبين الآخرين يعني يفتخر بهم يفرح بهم يعني كل شيء من هذا القبيل خاصة أن الصفحات لنادي مونشستر سيتي على سبيل المثال ثلاث مشاهدين القريبة من الصور نادي مونشستر سيتي بدأت حاليا يعني تفكر في المريكاتو الصيف القادم يعني بعد خروج بعض اللاعبين مثل إيريك غالسيا الذي هو مقرر أن يذهب إلى برشالونا بينما خروج فرناندينيو وأيضا كون أغويرو هو بحد ذاته سيخرج من نادي مونشستر سيتي فما كان جابريال جيسوس فحاليا هم مركزين على رأس حربة بروسيا دورتموند هالاند فطبعا لو تذهب إلى أي مواقع نادي مونشستر سيتي ستجد صورة هالاند كواجهة زي المشاهدين وأنا نادي مونشستر سيتي يعني يريد هذا اللاعب وحتى مونشستر إفنين كما تشاهدون عملوا صورة لكل من رحيم سترلينغ وهالاند وتورس وقائلين أن هذه الصفقة ستكون قريبة في نادي مونشستر سيتي مستبعيدين رياض واحرز يعني كل هؤلاء الثلاثي الذين نقولهم شباب يعني رح نركز عليهم نادي مونشستر سيتي أكثر فإذا كانت هذه الصورة صحيحة رياض محرز يعني لا محل له من الإعراب يعني كما تشاهدون عزيز المشاهدين يعني أنا راني نجيب أخبار ونقدمها لكم وأنتما حاولوا تفهموا بينما في نفس السياق عزيز المشاهدين نصل إلى السؤال الأخير لكي نختتم هذه الحلقة يعني السؤال الذي أود أن أطرحه ما هي وجهة رياض محرز المفضلة هل يعني سيفكر بالخروج من نادي مونشستر سيتي إلى هذا النادي المهتم به وهو نادي جوفانتوس طبعا عزيز المشاهدين أقول لكم أنه في الأول الأخيرة رياض محرز قد صرح بتصريحات حول مشواره وحول مستقبله قائلا أنه يفضل الدوري الإنجليزي الممتاز وهو بمثابة له أنه أفضل دوري في خمسة دوريات الكبرى أي الدور الإنجليزي الممتاز حلمه وطبعا قائلا أحلم أن أستقيل في هذا الدوري لكي يكون أعزيز المشاهدين ذلك الرد حسب تصريحات رياض محرز يعني أنا مرش نجيب حاجة من رأسي أعزيز المشاهدين فقط تصريحات سابقة ونحاول أن نخرج باستنتاج يعني رغم اهتمام نادي جوفانتوس إلا أن رأيه رياض محرز في الدوري الإيضالي يعني ليس جيد بل يريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وإذا هذا اللاعب أراد الخروج فأنا أرشح أن ينتق أن يبقى في الدوري الإنجليزي ممتاز وأرشح نادي الذي هو نادي فكرة عليه أعزيز مشاهدين أنه سيكون جيد له أنه هو نادي تتنى ولكن يا زوجي شاهدين ممكن أن هذا اللاعب رح ينتقل أنا منعلمش الغيب ولكن ممكن رح يغير رأيه ورح ينتقل إلى نادي جوفانتوس وأمتم قولوا لي في صندوق التعليقات ما هي استنتاجاتكم وهل تفضلون بقاء رياض محرز في نادي موشنستر سيتي أم تغيير الأجواء إلى نادي جوفانتوس الإيطالي وهل أحببتم أيضا النادي الذي رشحته أنا ألا وهو نادي توتن وكانت هذه أخبار اليوم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام